أنت كنت تشتغلي حاجة قبل أن تبتطي تغني. أيها هي بقى؟ كنت بشتغل في الماركتنج أو ما قلش اسم الشركة. لا، فالس. طيب يعني إحنا دلوقتي إحنا عملت كارير شفت. من واحدة بتشتغل في الماركتنج لواحدة قررت أنها تبتطي تغني وتعمل باند وتحط الأغانية بتاعتها على السوشيال ميديا. إيه اللي خليكي تغياري إيه اللي حصل؟ إيه اللي شفت ده؟ أنا عارف إن أنا بحب المزيكة ودي الحاجة اللي أنا عارف إن أنا شطرة فيها الباقي لا مش يعني بجرب حظ. بس هنا أنا في باشن في باشن ليها فقلت بقى خلص لشكل إيه؟ عامل اللي بحبه؟ آه عامل اللي بحبه واللي هنعيش مرة واحدة ومن هناك بقى إيه؟ بتديت معني ما بحبش أتصور ولا أعرف أي حد التفاصيل الشخصية بس قلت لأ بقى أنا محتاجة أوصل الأغانية. بس طيب عملت إيه لما الأغانية بتاعتك فجأة اشتهرت بطريقة مش طبعية على السوشيال ميديا خصوصا التيك توك بتاعتك. أوكي هو التيك توك ده جاء متأخر يعني هي بدأت بالباند. وقال ميزيكو دي لما اشتهرت أنا تبسطت قوي فتحمست فإيلا نكمل وكده. فجأت بعدها أغنيت لي يا باكي نام. اللي هي النهاردة دي تعاملت من كزا سنة بس النهاردة رجعت على التيك توك فجأة اللي هي ما تقول يا هشام. آه وبعدين الباند خلص انتهى يعني خلص. فمن هناك بقى كنت كان محمد رمضان كلمني. وقال لي عايزي عمل أغنية اسمها كازانوفا. وعايزني أغني معايا في حفلته. فروحنا روحنا روحت الحفلة معايا كانت حفلة حلوة جدا. والأغنية لذيذة قوي. وهو شخص محترم قوي. وبعدين بقى قلت لأ أنا عايزة أكمل. فنميت المزيكة اللي أنا عملها بإيدي. وكانت أول حاجة عملها بقى من الأول للآخر اللي هو بالمزيكة كمان. كانت بكلمك مش بترد. نزلت. غنتها أنا وزميلي مكاوي. ومعرفش واحدة واحدة كده. انتشرت منتشار غريب جدا. وكانت في كل حتة وقت الكورونا. صح؟ حتى احنا مش فاهمين إيه اللي بيحصل. وكانت حاجة حلوة قوي صراحة. فتحت نفسي بقى أن أنا أعمل حاجات أكتر وأكتر وأكتر.